موسيقى عارف يا نيلي هم؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة الوحدين انت بتهزر صح؟ بهزر ايه؟ أصلك قلتلي عارف يا نيلي أول مرة عاف يا لايك موسلسلات يعني على فكرة أنا ما بهزرش وعلاقاتنا أصلا ما تسمحش بالهزار طب انت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك؟ ما قفشتش لو سمحت ما تهزرش معايا عشان علاقاتنا ما تسمحش بالهزار يا جامد سيب النعجة خروف على فكرة ده عكسني وشتمك لا على فكرة ده عكسني أنا وشتمك لأنه قال يا جامد مش يا جامدة هو لو عكسك انت وقال يا جامد وانت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير انا مش مبسوط هو شايفني جامد لكن انا ما قلتليش يقولي يا جامد بس هو قال النعجة سيب النعجة يا خروف فانت الخروف لأن النعجة دي اكيد هي البنت يعني شتم زي ما أنا قلت هاي بس هو يشتمني وانت سايبه يشتمني يعني خذ انا يا لأ انت بتاشتميني يا لأ خذ يا لأ محدش ربك في دور السعيد يا لأ خذ والله اهو خروف قوي نعجة قوي بص انت بتعمل ايه الحركة دي تيبك المسلسلات مسلسلاتي والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيشورهم منظهرهم عشان يبينوا البحر والله بيكونوا بيكلموا عادي على فكرة انا عايزة اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده ايوان ليه يعني المسكة دي جر يا لأ معرفنا انك الزابط خلاص خلاص نيلي نيلي خذي يلا ده بقى عب عزيز قريبي وده مستر سيف مدير الشركة اللي انا باشتغل فيها وده نيلي السكرتير بتاعتي يا دين النبي بقى ده السكرتير بتاعتي كنتي شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز انبليفبل ايه؟ فعلا يطلع من الزفار جنبري عيبي يا عب عزيز انا وقفة لمواخزة يا بنت خلت ايه؟ طب ما تعودوا يا جماعة فضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا اجري يا لأ هاتلي اهوة لا على فكرة فيه اهواجي يا باشا ممكن تطلب منه اللي انت عايزه ايه ادي المعلومة الجوهرية دي ما انا عارب فيها اهواجي عايزك انت تجيب لي اهوة ليه يعني؟ بكرهك يا اخي مش اهوتك ايه يا باشا؟ مانو ده انا مالش دعو انت بتدلع بتقول لها يا مانو ولا يا ناني انت اهوتك ايه؟ لا ده انت لذيس كمان انت تجري تجيب لي القهوة المانو ومايا ساقعانة مايا ايه؟ ساقعانة لا لا تتحكى ليانا مايا ساقعانة بساعدنا وردت يا ست الكل تانكيو مرسي قوي اه موريني الامر لللايع بعزيز زي ما انا قلتلك كده بالزبط عايزينك تدخلنا المينة ولا انت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرا بتاعتي لا لا هو نقدر بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينة شدة شوية وانا لو دخلتكوا على مسئوليتي هتقذي يرضيكي انت بتكلمني لها اللي بتكلمك على فكرة ايه ده هي اللي بتتكلمك اصلا الفكر يعني الصوت سابق الصورة ده احنا جايين لك من اخر الدنيا هتكسر بخطرنا ولا ايه يا عب عزيز وانا قدر اكسر بخطرك يا حتة كنافة ده غريب جدا انت ليه بتبصلي انا هي اللي بتكلمك هتدخلنا المينة ولا ايه؟ اول موضوع عايش شوية الترتيب بس ما تقلقيش طعام لقح القهوة هنا قدام عبدالعزيز باشا القهوة دي مان ولا ما القهواجة هم تسأله هوا؟ يا ده انت ليه مصممتون معلمات مهمة ما انا عارف انه القهواجة فاكروا صاحب المكان غور ياد من هنا اجري هتلي عدبة بوكس مش هجيب هتلي عدبة بوكس ولا تركب البوكس خلاص بقى يا عب عزيز سيبك منه وانا هبقى جبلك البوكس ماشي بس ما تقعدش ليه يعني؟ ما باحبكش يا خليك واقف كده معلش يا هاني اللي يعمل ظهره انطرة يستحمل الدوس ماشي هكي ما قلت ليش يا باشا انتو عايزين ايه بقى من جوة عشان انا ليه يا حبيبي وممكن يجبهوه لك من جوة المينة ده سؤال ذاكي جدا والله احنا كنا عايزين من جوة كنا عايزين نوصل لكونتينر ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينة ومش عارف يعني ايه كونتينر ما باحبش اختالت بحد بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب هنجيب ايه؟ ورق 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 هنجيب ورق من الكونتينر عايزين ورق مهم لازم احنا نجيبه بنفسنا من جوة بص يا ست كل لا 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 كده بقى كتير قوي لا انا بالفت انتباهك بس هو الموضوع يعني معقد حبتين بس انا هزبط اموري وهبقى لغيكي ممكن رقم تليفونك عشان هلغيكي دو سومتين لا هتشتم بالامة دوس على قلبي عادي ركز معي انا يا عب عزيز وموضوع التليفونات دمى بيننا انا كنت متأكدة انت هترجعنا من بورسعيد مكبورين انا قدر اكسفك يا بنت خالتي طب بالإذن انا بقى لا اله الا الله محمد ان رسول الله عايزك في كلمة يا بنت خالتي ماشي راح فين يا لأ؟ جاي معاكم خليك هنا ليه ان شاء الله؟ يا اخي ملكش قبول عندي ما بحبكش وسع عبد العزيز بيه؟ ايوة انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيعة؟ لا انا اعرف المقدم محمد انوار لا يبقى ما تقبلناش صلوا على النبي يا جماعة اقولوا اه شفتوا عندها حق اعلى فكرة هو الليزج وملزق قوي مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص ليه موها لزيزة هو جدا هما بيقولون ايه كل ده؟ أكيب بيقول لها متسبك من البقف الالي اسمه هني ده واتجاوزيني انت حلاوش عامل حلو او عارف ممكن يكون بيقولها ايه? سيب النعجة يا خروف أحههههه equivalناough إيبا لقد أخفونا أحيان يقولك إيه أحه قال لي إنه موافق أنه يدخلنا المينة بكرة بس بشارط شارطي إيه يتجوز نيلي إيه؟ انتو بتقنعوني بايه؟ انا نو وي قابل ان اسمع عبدالعزيز ده تاني في حياتي اصلا انتو مش شفتوش نظراتو لكن اتعملت ازاي؟ اني كنت حاس ان انا زاي من ان شلبي في فيلم هيا فوضى وانا كمان اهيوك كنت حاس اني هلا فاخر ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كل يقون عشان خاطر الفلوس انت شرب بانجو اكيد هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما وريفر شوفوا بقى هتعمله ايه عشان انا هرجع القاهرة دلوقتي يعني ايه ترجع القاهرة؟ عبدالعزيز مش هيدخلنا المينة الا بيك يا جماعة انتم بتتكلموا في ايه ده مجنون؟ ازاي عايز تجوزها واول مرة يشوفها؟ طب يسأل عليها افريدي تلعت شمال او اخلاها مش كويسة ده بقى سوابق سيف انت عبيت؟ يا ستة افريدي قلت افريدي انا مش عايزك تضعفي هنقللي معلش يا ستة استحملي شوية مش انت اللي عادت تقوليلي معلش يا شيري هان استحملي عشان خاطر الفلوس وانت يا هاني كل احلامك التكتك والخوف والتواجن وجيت على نفسي وروحت له وفي الاخرى طلعينه منك انت يا عروسة كلمة تانية وهديكي بالقلم على فكرة انا مش بتكلم كده يا ستة هو وانت هتتجوز بجد احنا بنقولك يعني سايسيك دوت واستحملي غلاصته لحد لما يودينا المينة ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن مشوفتش فيلم اربع في المهم الرسمية؟ نيلي انا مش عايزك تدعفي سيف متقفورش كده انا مش بقفور انا متضايق عشان الحرانكاش البرسعي دي كله اخضر تالت حرانكوشة خاضرة تطلعلي الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعو يا حبيبي يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلع ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك وعلى قولك لو هينفانا يبقى سوريا لنفسك لمونا اوكي هستحمله دعفتي ليه؟ دعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشاني لازم اعمل كده ليه يا رب؟ خد يلا تعالا خد شاكل ما ليش تعمل زيك ألو ألو أيوة يا عبعزيز إزاك يا شوشو يا بنت خلتي؟ أيوة يا عبعزيز باشا أنا جبت لك العلبة البوكسو والمية الزعلانة المية الزقعانة خليك في حالك ياد يا رخم قوليلي يا شوشو في أخبار حلوة عيبة عليك ياد إن شاء الله هتنون المراد قريب والله أنا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خلتي هو أنا عملت حاجة ده أنا يا دوب جيت بس أفتح معها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده إيه؟ لو كنت استنيت عليها شوية كانت قايتي والنبي والنبي يا شوشو جاوزيني الواد الحليوة اللي أسمعني ده اللي أسمعها يا عبعزيز معزورة برضو وأنا ما ترفيتش أقولك أنا من أول لحظة خدت بالي إن في عينيها القبول إيه فلي إيه فليت وش السكر المهم يا عبعزيز هنتقابل بكرة زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا إيه أمر؟ لا بكرة إيه الموضوع فيه جا 4-5 أيام 4-5 أيام ليه؟ أنا أقولك أنا أصلا دلوقتي جيت المينة عشان أشوف الكنتنرات اللي أنتو بتقولوا عليها طلع محجوز عليها وهو برضا 4-5 أيام حلوين تكون أمي جات مجونة عشان تعين العروسة عشان الواحد يخدم بقلب وهو خدمة المعرفة تفرع عن خدمة الأهل آه قوي كده أحمليه طلع زبالة طلع زبالة أيوة يا زيزو أنا نيلي مش محتاجة أتعرفي نفسك يا السلام يا سلام يا نيلي أنت أصلا صوتك ما يتنسيش وحشتني قوي لحيطة وحشك كده بسرعة ده أنا يعني هم ساعتين ده أنت ما وحشتنيش ماي ساعتين دي مش حاجة أقولها يلا يا زيزو ياه يا لهوة عليها إيه يا زيزو موضوع الأربع خمسة أيام دول أنت مش عارف إن إحنا مستعجلين؟ أنا عارف والله يا ننة بس أنت يعني عارف يا ننة إيه ننة دي؟ لا يعني بقولك ننة بدلعك مش أنت نيلي يتقلك ننة ننتي بنتي الصغيرة جغ جغ يا ننة إيه ده؟ إيه الصوت دي؟ بابوسك بابوسك إيه؟ ده أنا حسيت إن الرجل طرف عناي أنا زعلانة منك يا زيزو معقولة أول طلب أطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله بس هو الموضوع يعني معقد شوية أنا استخدمت كل سلطاتي آه هو صعب عليك بقى طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هم يعني لسه على قده خلوص إحنا نشوف حد تاني أهم لا 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 استني عندك واثبط الكلام أنت ما تعرفش مين هو عبد العزيز عبد العزيز لما يقولها يخلص حواري يخلصوا طب إيه رأيك بقى أنتو بكرة بالليل عند بقابة المينة ولو ما دخلتوش أجيب المينة لحد عندكو تانكيو تانكيو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لم أخذ من النتي بطتي يعني مزتي اشتركوا في القناة